موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ينعي استشهاد ضابط وضابط صف من القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بسيئون عد مجلس القيادة الرئاسي العليمي يلتقي قائد القوات المشتركة ويؤكد أن الأعمال الجبانة والغادرة لا تعبر إلا عن مرتكبها موسيقى الحكومة تعبر عن إدانتها للعمل الإرهابي الذي استهدف ضابطين من القوات السعودية المشاركة في قوات تحالف دعم الشرعية موسيقى 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 من العناوين إلى التفاصيل أهلا بكم إلى النشرة الرئيسية من قناة عدن الفضائية أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العالم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اتصالا هاتفيا بوزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري وذلك للإطمئنان على صحته إثر تعرضه لوعكة صحية طارئة وخلال الاتصال أعرب فخامة الرئيس عن تمنياته للوزير البكري بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية والعودة السالمة لمواصلة مهامه الوطنية نعى رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة باسمه وباسم أعضاء مجلس والحكومة نعس شهاد ضابط وضابط صف من القوات السعودية الشقيقة المشاركة في قوات التحالف دعم الشرعية باعتداء إرهابي غادر أسفر أيضا عن إصابة ضابط من قوات التحالف في مدينة سيئون محافظة حضر موت وجاء في بيان صادر عن مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الاعتداء الإجرامي الذي أقدم على ارتكابه مساء الجمعة أحد الجنود المنتسبين لقوات المنطقة العسكرية الأولى يعد عملا إرهابيا جبانا لا يمثل الشرفاء من منتسبي القوات المسلحة اليمنية الذين يقدرون الدور العظيم للأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية وتضحياتهم الجسيمة إلى جانب الشعب اليمني وتطلعاته في سعادة مؤسسات الدولة وتخفيف معاناته الإنسانية وإسقاط انقلاب الميليشيا الحوتية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وأكد البيان صدور توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة بضبط الجاني وإجراء التحقيقات في الجريمة بتنسيق مع قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية واتخاذ الإجراءات اللازمة على مختلف المستويات وأعرب القائد الأعلى عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي وأقارب الشهيدين سائلا المولى عز وجل أن يتغبلهما من الشهداء الأبرار وأن يمنع المصاب بالشفاء العاجل زار عز مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبدالله العليمي مقر قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية حيث كان في استكباله قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان وعدد من القيادات العسكرية وفي اللقاء عبر الدكتور عبدالله العليمي عن عميق الأسف وتعازي الحارة بالنيابة عن فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني لقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادة وزارة الدفاع السعودية والقوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية عن الاعتداء الإرهابي والآثم والذي تسبب باستجهاد ضابط وصف ضابط وإصابة ضابط ثالث من أفراد القوات المسلحة السعودية والتي كانت تؤدي واجبها في تدريب وإسناد القوات اليمنية في المنطقة الأولى بمدينة سيئون وأكد الدكتور العليمي أن هذه الأعمال الجبانة والغادرة لا تعبر إلا عن مرتكبها الذي لا يمثل الشرفاء من منتسبي القوات المسلحة اليمنية الذين يقدرون الدور العظيم والكبير للأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية وتضحياتهم الجسيمة إلى جانب الشعب اليمني ولا يمكن أن تؤثر على طبيعة العلاقة المتينة بين اليمن والمملكة التي تعززت بالدماء الطاهرة والمواقف الأخوية الراسخة كما عقد الدكتور عبدالله العليمي اجتماعا مع قيادة القوات المشتركة استعرض خلاله الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وجوانب التكامل والتنسيق والدعم المستمر من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة اليمنية لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية وإحلال السلام والاستقرار في اليمن هذا وثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي دور قيادة قوات تحالف دعم الشرعية والتضحيات الكبيرة والجسيمة التي قدمها الأشقاء في المملكة العربية السعودية دفاعا عن تطلعات الشعب اليمني وقيادته الشرعية وتخفيف معاناته الإنسانية ودعما لجهود التنمية وإعادة الإعمار في اليمن من جانبه عبر قائد القوات المشتركة عن شكره لعضو مجلس القيادة الرئاسي على زيارته مؤكدا أن هذا الحادث الغادر لا يمثل الشرفاء من منسوبي وزارة الدفاع اليمنية الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية ومساندة الأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني مشيرا إلى أن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لن يحيل عن تحقيق أهدافه من أجل مصلحة اليمن وشعبها الكريم اطمأن رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد من دغر على صحة وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكر والذي يتلقى العلاج حاليا في أحد مشافي العاصمة المواقعة تعدن بعد تعرضه لوعكات صحية جاء ذلك خلال اتصال هاتفي متمنيا له الصحة والعافية والشفاء العاجل والعودة إلى ممارسة مهامه الوطنية من جانبه عبر وزير الشباب والرياضة عن امتنانه وتقديره لرئيس مجلس الشورى والإطمئنان على صحته اعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي استشهد ضابط وضابط صف وإصابة ضابط بجروح نتيجة اعتداء غادر وجبان داخل معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون محافظة حضر موت وأوضح المالكي لوكالة الأنباء السعودية واس أن الاعتداء الغادر وقع مساء يوم الجمعة بمعسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية لتدريبهم ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى لمكافحة الإرهاب والتهريب بمدينة سيئون والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية داخل اليمن وذلك أثناء ممارستهم للتدريبات الرياضية وأفاد بأنه تم تنفيذ الاعتداء من أحد الأشخاص المتسبين لوزارة الدفاع اليمنية مؤكدا على أن المذكور لا يمثل الشرفاء من منسوبي وزارة الدفاع اليمنية الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف للعم الشرعية اليمنية ومساندة الأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق مشيرا إلى وصول جثماني الشهيدين والمصاب إلى مملكته بعد أن تم إخلاؤهم من الداخل اليمني إلى المملكة وبيّن العميد المالكي أن القوات المشتركة ستعمل وبالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية لمتابعة إجراءات التحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع والقبض على المنفذ وتقديمه للعدالة مختتما تصريحه بتقديم قيادة القوات المشتركة للتحالف خالص العزاء وصادق المواساة لذوي وأقارب الشهيدين سائل أن المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يمنع على المصاب بالشفاء العاجل أعربت الحكومة اليمنية عن إدانتها والسنكاريها بأشد العبارات العمل الإرهابي الغادر والجمان الذي أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة آخر من أبطال قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بمدينة سيون محافظة حضر موت وقال وزير الإعلام معمر الإرياني إن هذا العمل الإجرامي الذي تقف خلفه قوى الإرهاب والظلام والتخلف في محاولة بائسة لخلط الأوراق وشق الصف وزعزعة اليقين بقداسة المعركة التي نخوضها مع ميليش الحوث الإرهابية وتعكير صفه ومتانة العلاقات وعمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الجارين والشقيقين لا يمثل الشعب اليمني ولا يعبر عن مواقفه وما يحمله من مشاعر الود والامتنان لأهله وأشقائه في المملكة العربية السعودية وأضاف وزير الإعلام والثقافة والسياحة أن أبطال تحالف دعم الشرعية لم يتوانوا منذ انطلاق عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل تلبية للطلب الدستوري الذي وجهه الرئيس السابق عن تقديم أرواحهم في سبيل حماية المدنيين وتأمين حياة الأبرياء في اليمن وبذل الغالية والنفيس لدعم جهود الحكومة لفرض الأمن والاستقرار ونصرة الشعب اليمني في مختلف المجالات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وترحم الوزير الإرياني على أرواح الشهداء الأبطال وتقدم بخالص التعازي وعظيم المواساة لنماكة العربية السعورية قيادة وحكومة وشعبا وإلى معالي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان وإلى أسر وأهالي الشهداء ورفاقهم من قيادات وضباط وأفراد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الذين يقفون جنبا إلى جنب مع إخوانهم في اليمن مجسدين أروع صور النخوة وتضحية متمنيا للمصاب الشفاء العاجل وأكد الإرياني أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا هذا العمل الفردي الخبيث الذي لا يخدم إلا أعداء الوطن والمتربصين بأمنه والسكراره وعلاقته وعلاقاته بأشقائه وجرانه في المملكة العربية السعودية وستعمل على ملاحقة الجاني وكشف ملابسات الجريمة النكراء وكل من يقف خلفها وتقديم المتورطين للمحاسبة لينالوا جزاءهم العادل والرادع وثمن الإرياني المواقف الأخوية الصادقة وتضحيات الجسيمة لأهلنا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية مشتدا على أن هذه المواقف التاريخية المشرفة والدماء الطاهرة التي امتزجت في معركة الإخاء والجوار والمصير المشترك لن تنسى وستظل محفورة في قلوب ووجدان كل اليمنيين جيلا بعد جيل وشاهدا حيا على واحدية المصير والأخوة الراسخة التي تمتد جذورها إلى أعماق الزمن أدنى المجلس الأعلى لتكاتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بشدة جريمة الاعتداء الآثمة التي راح ضحيتها ضابطين من أبطال الجيش السعودي وأصيب ثالث في هجوم غادر بمدينة سيئون محافظة حضر موت وأعرب المجلس الأعلى لتكاتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في بيان صادر عنه تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه عن خالص ثعازيه ومواساته للأشقاء في المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا سائل أن المولى عز وجل أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان متمني للمصاب الشفاء العاجل وقال تكتل الوطني إنه إذ يستنكر هذه الجريمة الآثمة التي استهرفت أبطال الجيش السعودي الذين قدموا أو قدموا إلى بلادنا لإسناد ودعم الشعب اليمني للتخلص من مخلفات الإمامة الكهنوتية التي جثمت على صدور أبناء شعبنا وأذاقتهم الويلات فإنه يؤكد بأن هذا الفعل يعد سلوكا غادرا ولا يمت بأي صلة لديننا وعاداتنا ولقيم الشعب اليمني الكريم بل هي خدمة دنيئة تقوم بها قوى معادية لمصالح الشعب اليمني تسعى من خلالها أو من خلال هذا الفعل الإجرامي إلى النيل من العلاقات الأخوية التي تجمع الجمهورية اليمنية بأشقائها في المملكة العربية السعودية وأضاف إننا في التكتل الوطني نشد على أيدي الجهات المعنية سرعة القرز على الجاني وإحالته لمحاكمة عاجلة مؤكدين بأن هذه الجرائم لا تخدم سوى أعداء اليمن والسعودية على حد سوى ولن تنال من عزيمة البلدين والشعبين الشقيقين في المضي قدما للسعادة الأمن في ربوع اليمن وإنهاء مشاريع الفوضى والخراب وبالأخص المشروع الحوثي الإيراني الإرهابي شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية المشتركة وبحث الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية وأمين عام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين ولبنان وانعكاساته على المنطقة والتحرك إزاءة والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف العمليات العسكرية وتوفير الحماية المدنية ووقف تهجير القصري للشعب الفلسطيني كما نقش الاجتماع جداول أو جدوى الأعمال القمة العربية والإسلامية المشتركة الطائرة الطارئة بشأن التطورات في فلسطين ولبنان ومشروع البيان الختامي للقمة حضر الاجتماع رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير عبد القادر هادي وعذو دائرة مكتب وزير الخارجية السكرتير الأول ذيزا خلب بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي دكتور وعد بادي بالعاصمة المؤقتة عدن مع وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة رئيس قسم التعاون في بعثات الاتحاد جوست مولمان ومدراء ورؤساء التعاون لسفراء ألمانيا وفرنسا والنرويج وهولندا والمدير القطرية لمجموعة البنك الدولي في اليمن دنيا أبو غيدة بحث سبل دعم المشاريع التنموية مع الشركاء المانحين في اليمن وخلال اللقاء استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الوعد على الاقتصادي العام للبلاد وما تشهده من صعوبات في الجوانب المالية العامة ومحدودية التمويل الإنساني والتنموي والجهود التي تبدلها الحكومة لمواجهة تحديات المرحلة من خلال تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي وغيرها من الإجراءات لافتا إلى أن مرحلة التعافي المقبلة تتطلب مساعدة الشركاء المانحين لدعم خطة التعافي وبناء القدرات وتنفيذ المشاريع التنموية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي حرص واستعداد الوزارة من تقديم كافة التسهيلات اللازمة ورعاية تنفيذ البرامج والأنشطة لجميع الجهات والمنظمات الدولية والعمل معا لتطوير آليات التنسيق المشترك والفعال مع المانحين وإيجاد الحلول التوافقية لكافة القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك مجددا التأكيد على ضرورة تعزيز دور وزارة التخطيط في متابعة وتقييم المشاريع والتعاون على التوافق بين متطلبات المانحين والقوانين المحلية وحشد الموارد الخارجية بالاشتراك مع الوزارة والجهات ذات العلاقة لدعم بقاء تمويلات مؤسسة التمويل الدولية كما هي ودعم خفض التمويل لتأثيره على معيشة المواطنين من جانبهم أكد أعضاء الوفد الأوروبي أهمية التعاون المشترك مع الحكومة في العمل التنموي وتعزيز الحوار مع جميع الأطراف المعنية الرسمية حول الأولويات والاحتياجات للوصول للوضع المأمول والمناسب لليمن بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبيح مع ممثل منظمة الصحة العالمية لدى بلادنا الدكتور أورتو بسيجيان عدد من الموضوعات المتصلة بمجالات التنسيق بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية وسبل تعزيز الشراكة القائمة بينهما وأكد الدكتور بحيبيح على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يسم في تحسين أداء القطاعات الصحية وتجويد خدماتها وبناء القدرات فيها مثنيا على جهود منظمة الصحة ودعمها الفني ومنها إعداد نموذج الرعاية الصحية من جانبها أو من جانبه أبدى ممثل منظمة الصحة العالمية سعداد المنظمة تقديم أوجه الدعم الفني للارتقاء بالقطاع الصحي في بلادنا لافتا إلى الدور الفني الذي سيعمل عليه فريق المنظمة المبتعث من المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وسعرض اللقاء تجاهات إعداد نموذج الرعاية الصحية كمفهوم يعني بتنظيم تقديم الخدمة الصحية وإدارتها والأهداف والمخرجات والتحديات القائمة أمام النظام الصحي والطرق والآليات والواجب اتباعها عن إعداد النموذج لضمان إعادة بناء نظام صحي مرن ومثيل يساعد الأفراد والمجتمعات بحث وزير الشيولي الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري في العاصمة المؤقتة عدن مع وفد من الاستحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبنك الدولي بحث سبول تعزيز برامج التعاون المشترك وتحسين الدعم التنموي وأكد الزعوري خلال اللقاء الذي ضم رئيس التعاون بالاتحاد الأوروبي جوست مولمان ومدير التنمية بالمملكة المتحدة شارلز هاربر ونائب رئيس البيعثة الفرنسية إيرميك إمريك بورفيلين ورئيسة التعاون الألماني مارسيلا مارسيالك والسكرتير الأولى النرويجي أندرياس سولو دال ورئيسة التعاون الإلمائي الهولندي ماريك ويريدا ومديرة مكتب اليمن بمجموعة البنك الدولي دينا أبو غيدا أكد أهمية الدور المحوري لدول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبنك الدولي في التعاون مع الحكومة اليمنية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من خلال توسيع نطاق برامج التعاون واختيار التدخلات والأنشطات الأكثر استدامة بما يتواكب مع الأولويات الوطنية وثمن الزعوري الأدوار والتدخلات الإنسانية وتنموية في اليمن لمواجهة تلاعيات انقلاب ميليشيا الحيوث الإرهابية على مؤسسات الدولة الشرعية وما نتج عنها من تهديد للأمن والسلم الدوليين ومنها تصعيد هجمات الميليشيا الإرهابية على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر والعربي وخليج عدن وما ذي قباب المندب وكذا هجماتهم على موانئ تصدير النفط والغاز في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا ما أثر ذلك اقتصاديا ما أثر ذلك اقتصاديا وبشكل مباشر على الفئات الضعيفة والأشاد فقرا وذوي الإعاقة والنازحين وتعرض الوزير الزعوري جهود الوزارة في إعداد الستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وستراتيجية رعاية كبار سن وبرامج مكافحة الفقر متعدد الأبعاد وتنفيذ الخطة الوطنية لحماية الأطفال المستضعفين والخطة الوطنية لتنمية المرأة العاملة في القطاع الخاص والمرحلة الثانية من الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 المرأة والأمن والسلام توفي جندي أسير لدى ميليشيا الحوث الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني نتيجة تعرضه للتعذيب الشديد طوال فترة احتجازه في أحد سجون الميليشيا بصنعها وقالت منظمة مساوى للحقوق والحريات في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصغة منه إنها أبلغت اليوم من أسرة الجندي الأسير محمد عبدالله حسن سليمان 36 عاما من أبناء مديرية جبل الشرق بميحافظة ذمار بوفاة نجلها تحت التعذيب في سجن الأمن المركزي التابع لميليشيا الحوث في صنعها وذكرت المنظمة أن الجندي محمد سليمان الذي تم أسره في جبهة صرواح 4 يونيو 2020 ميلادية قد تعرض لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في معتقله ما أدى إلى تدهر حالته الصحية والنفسية وفقدانه للوعي عدة مرات حتى أبلغت أسرته بوفاته السبت تحت وطأة هذا التعذيب الوحشي الذي تعرض له طوال فترة احتجازه تاركا خلفه زوجة وأربعة أطفال وأعبرت المنظمة عن إذنتها الشديدة لهذه الجريمة البشعة مؤكدة أنها ليست الجريمة الأولى التي ترصدها المنظمة في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية ولن تكون الأخيرة منوهة إلى أن الميليشيا الحوثية تتبع سياسة ممنهجة في التعامل مع الأسر والمعتقلين المدنيين في سجونها مستهدفة حياتهم وسلامتهم البدنية والنفسية دون أي مراعاة للاتزامات الأخلاقية والقانونية كما أعربت منظمة مساواة عن بالغ قلقها إذا أتنامي هذه الجرائم وتكرارها في سجون ميليشيا الحوثي دعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لحماية الأسر والمعتقلين وضمان محاسبة المتورطين في هذه الجرائم وعدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب مشيرة إلى أن هذه الجرائم تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسر الحرب التي تفرض معاملة إنسانية وتمنع التعذيب والإساءة بأي شكل من الأشكال كما ترقى هذه الجريمة إلى مستوى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان كثفت ميليشيا الحوثي الإرهابية من هجماتها على الأعيان المدنية في المناطق المحررة جنوب محافظة الحديدة ما أدى إلى سقوط العديد من انتحايا المدنيين ويضاف هذا العمل الإجرامي إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين والتي تشمل القتل والتعذيب والاختطاف والنهب والسلب ويأتي هذه الجرائم عقب قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بتهجير قصري لسكان خمس قرى في مديرية الجراح وتحويل هذه القرى إلى ثقنات عسكرية وتعتبر هذه الجرائم انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها شهدت محافظة إبا الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية جريمة قتل جديدة حيث لقي عارر أربعة أشخاص مصرعهم في الشباكات بينية وقعت في قرية العوادر الوزيرة بمديرية فرع العدين ووفقا للمصادر محلية فإن الاشتباكات اندلعت بين مجموعة من بائعي السلاح على خلفية خلاف مالي إن نشب بينهم حول قيمة سلاح كلاشينكوف وضافت المصادر أن الإنفلات الأمني وانتشار السلاح الذي سببته ميليشيا الحوثي الإرهابية سمح بوقوع مثل هذه الجرائم حيث غدت الاشتباكات المسلحة أمرا معتادا جراء عمل ميليشيا الحوثي الإرهابية على تغذية الخلافات أي كانت في ظل غياب الأمن والاستقرار نفذ فريق من اللجنة الدولية أو اللجنة الوطنية لتحقيق نزولا ميدانيا إلى قرى المنصورة بمديرية جبل حبشي والحناية في عزرة الكدحة بمديرية المعافر جنوبي محافظة تعز وذلك للتحقيق في وقائع القصف الأخير الذي شنته الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني وطال حياة وسلامت عدد من المدنيين بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني وضمانات حماية حقوق الإنسان وستمعت عدو اللجنة القاضي إشراق المقتر والباحثون والباحثات لعدد من الإفادات أو إفادات شهود العيان والشكاوي وبلغات السكان الموضحة لتفاصيل أو الموضحة لتفاصيل أعمال القصف المناقضة للهدنة الإنسانية والتي كانت آخرها الأسبوع الماضي والوقاع الأخرى التي حدثت في شهرين سبتمبر ونوفمبر وأدت لسقوط ستة ضحايا بين قتيل وجريح بين من بين الأطفال من الأطفال والنساء وكذا حوادث انفجار ألغام أدت إلى بتر أطراف خمسة مدنيين كما استمع فريق اللجنة إلى شهادات متفرقة من أبناء قرى المنصورة والحناية والكدحة لتوثيق أهم ما خلفه القصف والقنص والألغام من أضرار وأثر ذلك في إعاقة حصول السكان على الغوث الإنساني خاصة الرعاية الصحية كما عين الفريق حجم الخسائر التي طالت الممتلكات الخاصة وتدمير الذي حل بالمنازل والمزارع والمدارس والطرق وتدوين مطالبهم بالإنصاف وجبر الضرر بحث نائب محافظ محافظة عدن أمين عام المجلس المحلي بادر معاون سعيد مع رئيس وعضاء وفدي بعثة التعاون الدولي في عدد من الدول الأوروبية والبنك الدولي بحث عددا من المواضيع المتعلقة بتوسيع وزيادة دعم الدول الأوروبية والبنك الدولي لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في العاصمة المؤقتة عدن ورحب نائب المحافظ باسمه وباسم قيادة السلطة المحلية ممثلة بمعالي وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس بالوفد وزيرته من المدينة عدن والتي شهدت إدخال نظام الأتمة لتعزيز موارد المحافظة وكانت وما تزال السباقة دائما في مختلف المجالات رغم الظروف الاستثنائية التي تشهدها المرحلة الراهنة وطلع نائب المحافظ رئيس وأعضاء الوفد على مجمل الأوضاع التي تعيشها مدينة عدن جراء حرب عام 2015 ميلادية والتي دمرت البنية التحتية وما يمثله تدفق الآلاف من النازحين والمهاجرين غير الشرعيين من ضغط على مختلف الخدمات في المدينة عدن بما في ذلك الاحتياج لتوفير مشاريع البنية التحتية خصوصا في مجالات المياه والصرف السحي والنظافة والكهرباء والصحة والتعليم والطرق وغيرها وأشر إلى ما تمثله مدينة عدن بمينائها من أهمية استراتيجية في إشرافها على أهم ممرات طرق المملاء الملاحة البحرية والتي تربط بين الشرق والغرب وتطرق إلى المخاطر التي يمثلها القصف الحوتي على السفن التجارية في البحر الأحمر والبحر العربي على الوضع الاقتصادي في بلادنا وقبلها القصف على موانئ تصدير النفط وتوقف التصدير أو تصدير المشتقات النفطية وانعكاس ذلك على زيادة سوء الأوضاع الاقتصادية وتدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وزيادة معاناة المواطنين بمدينة عدن بشكل خاص وأكد حرص قيادة المحافظة في دعم وتسهيل عمل المنظمات الدولية معبرا عن أمله في زيادة أوجه الدعم وتوجيهه إلى تنفيذ مشاريع خدمة البنية التحتية التي من شانها أن تساهم في معالجة الأوضاع الخدمية وتلامس احتياجات المواطنين من جانبهم أكد رئيس وعضاء وفد بعثة التعاون الدولي والبنك الدولي استعداد بلدانهم والبنك الدولي على مواصلة تقريم كافة أوجه الدعم لمدينة عدن بشكل خاص وتنفيذ المشاريع ذات الاستدامة والأولوية في الاحتياج الآن إلى حالة التقص ودرجات الحرارة المتوقعة خلال 24 الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ختم النشر مشاهدين العزاء ولمن فاتت التفاصيل عودة للتذكير بأبرز وأهم العنوين رئيس مجلس القيادة الرئاسي عسي شهاد ضابط وضابط صف من القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بسيئون أعد مجلس القيادة الرئاسية العليمية لتقي قائد القوات المشتركة ويؤكد أن الأعمال الجبانة والغادرة لا تعبر إلا عن مرتكبها الحكومة تعبر عن إدانتها للعمل الإرهابي الذي استهدف ضابطين من القوات السعودية المشاركة في قوات تحالف دعم الشرعية بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الأخبار الرئيسية قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية انسكا تحية من طاقم العمل للمزيد زرون على مواقع التواصل الاجتماعي ابقوا دائما في أمان السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة